احبتي مشاهدي فضائية العراق التربوية اهلا ومرحبا بكم في درس اخر من دروس الفيزياء للصف السادس العلمي احبتي هذا هو درس الثامن في الفصل السابع اللي هو الكترونيات الحالة الصليبة الان ان شاء الله في هذا الدرس رح انحل اسئلة الفصل السابع اسئلة الفصل السابع واحب اذكر احبتي الطلبة انه الاختيار المتعدد الصح وخطأ اي سؤال يرد في اي فصل من فصول الكتاب يجب ان يقرأ قراءة صحيحة وحنا قلنا في شنية القراءة الصحيحة ان يقرأ السؤال ويفسر السؤال ويحور السؤال بشكل اخر ونشوف هل يمكن ان يورد هذا السؤال بامكانية وروده في صيغة اخرى او لا يعني مو مجرد فقط حفظ الاختيارات فقط يعني نشوف ليش اختارنا هذا وهل ممكن ان يحور السؤال بطريقة اخرى الى اخر راح تجي نشوف مثل ما عندك عزيزي بالكتاب حاول تابعوا يا اي اسئلة ومسائل الفصل السابع نجي سؤال الاول اختر العبارة الصحيحة لكل من العبارات الاتية وهذا السؤال الاول موجود في كل الفصول السؤال الاول اختيار متعدد اولا لاحظ اذا كان الثناء البلوري pn محيزا باتجاه امامي فعند زيادة مقدار فولتية الانحياز الامامي فان مقدار التيار الامامي يزداد ام يقل ام يبقى ثابتا ام يزداد ثم ينقص طبعا الجواب الصحيح يزداد ليش التيار يزداد لانه اذا الانحياز الامامي انا عندي ازيد مقدار فولتية الانحياز بمعناتها التيار راح يمر اكثر ليش لانه مقاومة ورحش راح الصحيح قليلة مثل ما اشرحناها بالتفصيل عند دراسة الانحياز الامامي والانحياز العكسي اثنين عند زيادة حاجز الجهد لاحظ عند زيادة حاجز الجهد في الثناء البلوري pn فان مقدار التيار الامامي في دارته يزداد يقل يبقى ثابتا يزداد ثم ينقص طبعا الجواب الصحيح يقل ليش عزيزي يقل لانه من زياد ادي حاجز الجهد بمعناتها ارضى طبقة الاستنزاف بمعناتها صار ادي مقاومة الملتقى عالية اذا صار عندي التيار اللي مار هنا راح يصير بي يقل ثلاثة الالكترونات الحرة في شبه الموصل النقي وبدرجة حرارة الغرفة تشغل حزمة التكافؤ اي حزمة التكافؤ بي ثغرة الطاقة المحظورة سي حزمة التوصيل دي المستوى القابل طبعا عزيزي هنا لاحظة الالكترونات الحرة في شبه الموصل النقي وبدرجة حرارة الغرفة حزمة التوصيل اذا تشغل وين؟ حزمة التوصيل لأنها درجة حرارة الغرفة اربعة تتولد الازواج الالكترون فجوة وحنا شرحنا شون الازواج الالكترون فجوة تتولد الازواج الالكترون فجوة في شبه الموصل النقي بوساطة اعادة الالتحام اي اعادة الالتحام ب التأيين س التطعيم د التأثير الحراري طبعا الجواب الصحيح هو التأثير الحراري يعني هنانا هذا السؤال يمكن ان يرد بشكل التالي كيف تتولد الازواج الالكترون فجوة؟ بالتأثير الحراري بالتأثير الحراري خمسة التيان المنساب في شبه الموصل النقي ناتج عن اي الالكترونات الحرة فقط ب الفجوات فقط س الايونات السالبة دي الالكترونات والفجوات كليهما طبعا الجواب الصحيح هو الالكترونات والفجوات كليهما وقلنا احنا ازواج الالكترون فجوة لكن لاحظ عزيزي هنا التيار المساب وين؟ في شبه الموصل النقي لاحظ عزيزي هنا النقي لأنه قلنا في النوع N والنوع P رح يختلف الموضوع ستة في شبه الموصل نوع N وعنده درجة حرارة الغرفة يكون أي عدد الالكترونات الحرة في حزمة التوصيل يساوي عدد الفجوات في حزمة التكافؤ جواب هذا خطأ ب عدد الالكترونات الحرة في حزمة التوصيل أكبر من عدد الفجوات في حزمة التكافؤ هذا الجواب هو صحيح لكن هنا نلاحظ عزيزي هنانا وهذا شرحناه أيضا في دروس سابقة صح عدد الالكترونات الحرة في حزمة التوصيل أكبر من عدد الفجوات لكن هنا الشحنة الكلية للبلورة نوع N تكون صفر ليش؟ لأنه عدد الألكترونات مساوي لكل من عدد الفجوات وعدد الأيونات الموجبة لكن عدد الألكترونات في حزمة التوصيل هي أكبر من عدد الفجوات لكن يقابلها عدد أيونات وعدد الفجوات يكافئ عدد الألكترونات بالعدد لذلك ستكون الشحنة الكلية صفر لاحظ هناك الاختيار الخاطئ الآخر الذي هو عدد الألكترونات الحرة في حزمة التوصيل أقل من عدد الفجوات لا طبعا ليش؟ لأن هناك الألكترونات جاي من التشويب ومن التأثير الحراري في الشبه الموصل من نوع N الجواب D جميع الاحتمالات السابقة يعتمد ذلك على نسبة الشوائب؟ لا الجواب الصحيح مثل ما قلنا عدد الألكترونات في حزمة التوصيل أكبر من عدد الفجوات في حزمة التكافئ نجي إلى الفرع سبعة تتولد منطقة الاستنزاف في الثناء PN بوساطة أي إعادة الالتحام B التناضح C التأيين D جميع الاحتمالات السابقة A و B و C طبعا الجواب الصحيح وجميع الاحتمالات السابقة ليش؟ لأنني قلت في منطقة الاستنزاف راح يصير أول مرة عندي تناضح ثم إعادة التحام ونتيجة لذلك تولد التأيين إذن كلهم ثلاثتهم ثمانية الثناء PN الباعث للضوء لاحظ عزيزي LED يبعث الضوء عندما أي يحيز باتجاه أمامي B يحيز باتجاه عكسي C يكون حاجز الجهد عبر الملتقى كبيرا D يكون بدرجة حرارة الغرفة طبعا يحيز باتجاه أمامي وقدنا هذا وأخذناه بالمقارنة أيضا تسعة تيار الباعث IE في دائرة الترانزيستر يكون دائما تيار الباعث لاحظ A أكبر من تيار القاعدة B أقل من تيار القاعدة C أكبر من تيار الجامع D الأجوبة C وأي لاحظ هنا الجواب أي صحيح والجواب C أيضا صحيح إذن الجواب D راح يكون صحيح اللي هو الأجوبة C وأي باعتبار أنه الفرع D شائر إلى الفرعين أي وسيح هنا صحيحات يعني إحنا مثل ما نعرف أنه تيار الباعث أكبر من تيار الجامع والتيار الجامع أكبر من تيار القاعدة نجي إلى النقطة 10 منطقة الاستنزاف في ثناء البلوري في المنطقة ن تحتوي فقط الكترونات حرة أم فجوات أم أيونات موجبة أم أيونات سالبة طبعا تحتوي أيونات موجبة في المنطقة N مثل ما قلنا عزيزي شرحناها في درس السابق أيونات موجبة في المنطقة N وأيونات سالبة في المنطقة P لا تحتوي حوامل شحن دعش يسلك السيليكون سلوك العازل عندما يكون لاحظ نقيا في الظلمة بدرجة الصفر المطلق أم الأجوبة الثلاث A و B و C طبعا الأجوبة الثلاث A و B و C لاحظ عزيزي يعني هنا نهاية شروط أن يكون السيليكون عازل أن يكون نقي و في الظلمة و بدرجة حرارة الصفر المطلق يعني لازم تتحقق هذه الشروط حتى يسلك السيليكون سلوك العازل أن يكون نقي و في الظلمة و بدرجة الصفر المطلق يعني ممكن يكون بالظلمة و عندي تأثير حراري لذلك درجة الصفر المطلق يعني راح ألغي تأثير الحراري في الظلمة ألغي تأثير الضوء نقي يعني ما بي شوائب إذن الأجوبة الثلاثة أي وبي وسي هي راح تكون صحيحة 12 يزداد المعدل الزمني لتوليد الأزواج إليكترون فجوة في شبه الموصل أي بإدخال شوائب خماسية التكافر بي بإدخال شوائب ثلاثية التكافر سي بارتفاع درجة الحرارة دي ولا واحد بما سبق الجواب الصحيح هو سي ليش عزيزي هنا؟ لأنه إحنا قلنا على ماذا يعتمد شوف لاحظ هذا السؤال بفكرة هذا السؤال يقول على ماذا يعتمد المعدل الزمني لتوليد الأزواج إليكترون فجوة؟ إيش قلنا إحنا؟ يعتمد على درجة الحرارة وطبعا نوع ماذا شبه الموصل بس هو هنا نقل لي شبه الموصل معين إذن بارتفاع درجة الحرارة ثلاثة منطقة القاعدة في الترانزيستر تكون واسعة وقليلة الشوائب؟ واسعة وكثيرة الشوائب؟ رقيقة وقليلة الشوائب؟ رقيقة وكثيرة الشوائب؟ الجواب هو رقيقة وقليلة الشوائب رقيقة وقليلة الشوائب ولذلك طبعا راح يكون تيار القاعدة قلنا قليل جدا لاحظ عزيزي 14 ربح التيار ألفة في المضخم PMP ذو الباعث المشترك هو نسبة لاحظ حتى ذا ما منطين اختيار متعدد شون طلعا احنا قلنا في درس سابق قلت انه اكو طريقة سريعة حتى لا تنسى عزيزي قلنا من يقولي باعث المشترك اذا انهنانه تيار الباعث راح يهمل راح يصير عندي جامع وقاعدة بما انه تيار الجامع هو تيار الخروج اذا راح يكون تيار الجامع على تيار القاعدة اللي هو الاختيار C لاحظ تيار الجامع على تيار القاعدة IC على IB 15 فرق الطور بين الاشارة الخارجة والاشارة الداخلة في المضخم PMP ذو القاعدة المشتركة يساوي صفرا 90 درجة 180 درجة 270 درجة طبعا الجواب الصحيح هو صفر وهذه اخذناها بالمقارنة صفات ربط المضخم ذو القاعدة المشتركة وذو الباعث المشترك لاحظ عزيزي هنا لو كان الباعث المشترك كان صار جواب C هو صحيح بما انه هنا القاعدة المشتركة اذا فرق الطور بين الاشارة الداخلة والخارجة هو صفر 16 ربح التيار في دائرة transistor PMP المستعمل كمضخم ذو القاعدة المشتركة يساوي لاحظ هنا سؤال 14 وسؤال 16 نفس الفكرة هنا الجواب الصحيح هو IC على IE لنفس القاعدة اللي اخذناها القاعدة المشتركة يعني راح تلغى القاعدة راح يصير عندي تيار الجامع على تيار الباعث باعتبار تيار الجامع قلنا دائما بالبسط باعتبار هو تيار خروج اذا IC على IE جواب الصحيح هو B 17 يقع مستوى فيرمي في شبه الموصل نوع N عند درجة حرارة الصفر المطلق أسفل المستوى المانح أم منتصف المسافة بين قعر حزمة التوصيل والمستوى المانح طبعا هذا هو جواب الصحيح أم في منتصف تغرة الطاقة أم منتصف المسافة بين قمة حزمة التكافؤ والمستوى المانح طبعا الجواب الصحيح هو B الجواب الصحيح هو B لأن احنا قلنا في شبه الموصل نوع N راح ينزاح مستوى فيرمي نحو الأعلى ويكون بين منتصف المسافة بين قعر حزمة التوصيل بين حزمة التوصيل بين المستوى المانح 18 مستوى فيرمي هو يعني هذا بمثابة تعريف عزيزي معدل قيمة كل مستويات الطاقة أم مستوى الطاقة في قمة حزمة التكافؤ أم أعلى مستوى طاقة مشغول عند صفر السيليزي أم أعلى مستوى طاقة مشغول عند صفر المطلق طبعا هذا الجواب هو الصحيح أنه أعلى مستوى طاقة مسموح به يمكن أن تشغله الألكترونات في درجة الصفر المطلق هذا عزيزي بالنسبة إلى سؤال الأول اللي هو الاختيار المتعدد سؤال الثاني لاحظ عزيزي هناك ترى حل الأسئلة في كل الفصول حل الأسئلة مغطي لك كل مفاهيم الفصل يعني ممكن أنا من خلال قراءة الصحيحة اللي حل الأسئلة والمسائل أن أغطي أكثر أو معظم مفاهيم الفصل سؤال الثاني ضع كلمة صح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات التالية مع تصحيح الخطأ دون أن تغير ما تحتهو خط عزيزي انتبه إلى هاي الفقرة اللي تحت خط ما أغيره يعني بعض أحبة الطلبة يعني نواة غلطون يغير اللي جواه خط هو صح المعنى العلمي يكون صحيح لكن فنيا السؤال يعطى خطأ صفر لأنه يقول لك شرط أنه اللي تحت خط ما تلعبي اللي تحت خط لا يغير اللي يغير ويختبر صحته الكلمة التي ليست تحتها خط نجي أولا بلورة السيليكون نوع N تكون سالبة الشحنة طبعا الجواب خطأ تكون متعادل أو قلنا ليش لأنه هنانا عندي شنو السبب لماذا بلورة السيليكون نوع N تكون سالبة الشحنة؟ لماذا لا تكون متعادلة الشحنة؟ تكون متعادلة الشحنة لأنه قلنا عدد الألكترونات في حزمة التوصيل يساوي كل من عدد الفجوات وعدد الأيونات الموجبة لذلك راح يكون حاصل الجمع مالهم صفر ثانيا منطقة الاستنزاف في الثناء PN تحتوي أيونات موجبة في المنطقة P وأيونات سالبة في المنطقة N جواب خطأ بالعكس تحتوي أيونات موجبة أيونات سالبة في المنطقة P وأيونات موجبة في المنطقة N بالعكس ثلاثة تزداد قابلية التوصيل الكهربائي في شبه الموصل للنقي بارتفاع درجة حرارته جواب صح أربعة الثناء الباعث للضوء يحيز باتجاه أمامي جواب صحيح خمسة مقدار ثغرة الطاقة المحظورة في الجرمانيوم 1.1 ألكترون فولت جواب خطأ مقدار ثغرة الطاقة المحظورة في الجرمانيوم هي 72% ألكترون فولت 72% ألكترون فولت ستة يزداد مقدار حاجز الجهد في الثناء البلوري عندما يكون محيزا بالاتجاه الأمامي عندما يكون محيزا بالاتجاه الأمامي طبعا هنا خطأ يقل جواب ستة خطأ يقل يقل مقدار حاجز الجهد عندما يحيز بالاتجاه الأمامي دي أشيء أن طبقت الاستنزاف راح تضيق ومقاومة الملتقى راح تقل سبعة يحيز الباعث في الترانزيستور دائما بانحيازا أمامي انحياز أمامي جواب صح ثمانية مستويات الطاقة التي تقع تحت مستوى فيرمي تكون مجغولة بالألكترونات صح تسعة ربح القدرة في المضخم PMP ذو القاعدة المشتركة يكون كبير جدا خطأ متوسط علل نانا ممكن يجيني هذا السؤال على شكل علل لماذا ربح القدرة في المضخم PMP ذو القاعدة المشتركة يكون متوسط يكون متوسط لأنه تكبير التيار عدي قليل وتكبير الفولتية آلي إذن حاصل ضرورهم رح يكون متوسط بينما في الباعث المشترك رح يكون كبير آلي عشرة تتولد الأزواج إلكترونات فجوة في شبه المواصل نتيجة عملية إعادة الالتحام بين الإلكترونات والفجوات طبعا جواب خطأ بسبب تكسر بعض الأواصل التساهمية نتيجة التأثير الحراري وانتقال الإلكترونات من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل هذا هو جواب صحيح دعش منطقة القاعدة في الترانزستور تكون دائما رقيقة ونسبة الشوائب قليلة جواب صح دعش في الترانزستور FPN ذو القاعدة المشتركة يكون تيار الباعث أكبر من تيار الجامع أكبر من تيار الجامع جواب صحيح آلي 13 في الترانزستور MPN ذو الباعث المشترك تكون الإشارتين الخارجة والداخلة بالطور نفسي بالطور نفسي خطأ بطور معاكس هذا الكلام يكون صحيح لو كان عندي القاعدة مشتركة هذا إذن خطأ رح يكون عندي بطور معاكس وقلنا شنو السبب 14 بلورة الجرمانيوم نوع P تكون الفجوات هي حاملات الشحنة الأغلبية تكون الفجوات هي حاملات الشحنة الأغلبية صح جواب صحيح هذا عزيزي بالنسبة إلى سؤال الثاني نجي إلى سؤال الثالث سؤال الثالث ما الفرق بين كل من ما يتيه أولا الأيون الموجب والفجوة الموجبة في أشباه المواصلات اثنيا الثناء الباعث للضوء والثناء المتحسس للضوء وهنا سوينا مقارنة رح نعيدها أيضا الثلاثة شبه مواصل نوع N وشبه المواصل نوع B من حيث لاحظ عزيزي هنا بالسؤال الوزاري أرجو الانتباه إلى فقرة مهمة جدا عندما يذكر أو يطلب في السؤال مقارنة أجي أنتبه هنا من حيث يعني ألتزم ألتزم بالنقاط المراد مقارنتها يعني من حيث مو أشرح الـ N والـ P كله لا من حيث نوع الشائبة شنو حاملات الشحنة الأغلبية شنو الأقلية شنو المستوى اللي يولده شنو يعني ألتزم من حيث أي شيء إذن هنا يريد شبه مواصل نوع N وشبه مواصل نوع B من حيث نوع الشائبة المطعمة فيه حاملات الشحنة الأغلبية وحاملات الشحنة الأقلية المستوى الذي تولده كل شائبة وموقعه النقطة الرابعة يريد الفرق بين الباعث والجامع في الترانزيستور من حيث جمع حاملات التيار أو إرسالها طريقة الانحياز ومانعة الملتقى نسبة الشوائد راح نجي عزيزي وحده أولا الأيون الموجب والفجوة الموجب لاحظ الأيون الموجب يتكون من ذرة شائبة مانحة خماسية التكافؤ مثل الأنتيمون فقدت ألكترونها الخامس بينما هنا هي موقع خالي من الألكترون هاي الفجوة الموجبة موقع خالي من الألكترون نشأ من انتزاء الألكترون واحد من ذرة السيليكون أو الجرمانيوم نتيجة التأثير الحراري أو اكتساب طاقة أو نتيجة تطعيم المادة شبه الموصل النقية بشائب قابل نجي النقطة الثانية بالأيون الموجب يرتبط مع أربع ذرات سيليكون مجاورة له ارتباطا وثيقا بينما هناك تكون حرة الحركة هناك لا يعد من حاملات الشحن لأنه لا يشارك في عملية التوصيل الكهربائي لشبه الموصل النطعم لأنه يرتبط مع الهيكل البلور ارتباطا وثيقا وهاي قلناها ذكرنا المقارنة عزيزي الارتباط الأيون ارتباط وثيق بالذرات المجاورة لذلك لا يشترك في التوصيل الكهربائي بينما هناك لها دور في التوصيل الكهربائي الفجوة لها دور في التوصيل الكهربائي وهي الحاملات الرئيسية في المادة شبه الموصل النوع P وثانوية في المادة شبه الموصل النوع N نجي الفقرة الثانية اللي هي الثناء الباعث للضوء والثناء المتحسس للضوء أولا في الثناء الباعث للضوء يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية بينما الآخر يحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية اثنيا يبعث الضوء عندما يحيز بالاتجاه الأمامي هذا الثناء الباعث بينما المتحسس يعمل عندما يحيز بالاتجاه العكسي طبعا هنا نليش الثناء الباعث ينساب تيار في دائرته نتيجة حصول عملية عادة الالتحام التي تحصل بين الكترونات والفجوات تحرر لطاقة بشكل ضوء بينما هنا يزداد توصيله للتيار عندما تزداد شدة الضوء الصاقط عليه ثلاثة الثناء الباعث للضوء يستعمل في العدادات والساعات الرقمية وكدليل لتبيان اشتغال الأجهزة الكهربائية وفي الأسلحة الموجهة وأجهزة التحذير من اللصوص بينما المتحسس للضوء يستعمل كمقياس لشدة الضوء كما في آلة التصوير وفي كاشفات الضوء نجي الفرق الثالث أو الفقرة الثالثة شبه المواصل نوع N وشبه المواصل نوع P لاحظ من حيث نوع الشائب المطعم فيه شوائب ذراتها خماسية بالنوع N شوائب ذراتها خماسية التكافؤ مثل أنتيمون مثلا بينما النوع P شوائب ذراتها ثلاثية مثل بورون نجي من حيث حاملات الشحنة الرئيسية في النوع P الألكترونات في حزمة التوصيل نتيجة التطعيم والتأثير الحراري بينما النوع P الفجوات الموجبة في حزمة التكافؤ نتيجة التطعيم والتأثير الحراري حاملات الشحنة الأقلية في النوع N الفجوات الموجبة لأنها تتولت فقط نتيجة التأثير الحراري لاحظ، بينما في النوع P الألكترونات في حزمة التوصيل لأنه ناتج فقط من التأثير الحراري نجي المستوى الذي تولده كل شائبة في النوع N المستوى المانح ويقع ضمن ثغرة الطاقة المحظورة وتحت حزمة التوصيل مباشرة والمستوى المانح تشغله الألكترونات التي تحررها الدرات المانحة ونتيجة لذلك يرتفع مستوى فيرمي واقترب من حزمة التوصيل بينما بالنوع P المستوى القابل يقع ضمن ثغرة الطاقة المحظورة وفوق حزمة التكافؤ مباشرة ونتيجة لذلك ينخفض مستوى فيرمي ويقترب من حزمة التكافؤ النقطة الأخيرة في هذا السؤال الأحبتي الباعث في الترانزيستر والجامع في الترانزيستر أولا من حيث جمع حاملات التيار أو إرسالها إحنا قلنا الباعث شي سوي يرسل حاملات أو يجهز حاملات الشحنة يعني التيار إلى الجامع خلال القاعدة هنا يجمع تلك الحاملات خلال القاعدة نجي هنا طريقة الانحياز الباعث يحيز دائما انحياز أمامي يحيز دائما انحياز أمامي يعني ملتقى الباعث قاعدة بينما هنا الجامع في الترانزيستر يحيز دائما انحيازا عكسيا لاحظ الجامع في الترانزيستر يحيز انحياز عكسي يعني ملتقة جامع قاعدة انحيازهم عكسي ممانعة الملتقة ممانعة الدخول صغيرة بسبب الانحياز الأمامي الباعث قاعدة بينما هنا ممانعة الخروض شو تكون كبيرة بسبب الانحياز العكسي جامع قاعدة نجي هنا نسبة الشوائب منطقة الباعث تطعم دائما نسبة عالية من الشوائب بينما منطقة الجامع تكون نسبة الشوائب فيها متوسطة لأنه الأقل وين راح يكون؟ الأقل راح يكون في القاعدة يعني القاعدة تشوى بشوائب أقل من كل من الجامع والباعث كل من الجامع والباعث هذا عزيزي بالنسبة إلى السؤال الثالث شفنا الفروقات بين هذني اللي شرحناه هنا هسه وقلنا أرجو من أحبة الطلبة الالتزام بالفروقات هنا من يقول لي من حيث يعني ما أجي أشرح شرح يعني مسهب ولكن ألتزم من حيث شنو وشنو يعني شيري مقارنة من حيث كذا وكذا فألتزم يكون المقارنة مالتي يعني ملخصة وتكون دقيقة ويعني ذات فائدة يعني هنانا عزيزي يعني من حيث مثلا يعني إحنا من نقول قارن بين سمير ومحمد يعني أنا أجي أقعد أشرح كتاب كامل بس بينما هنا من يقول لي قارن بين سمير ومحمد من حيث لون الشعر طول القامة لون العين حدد لي هنا أنا فأنا بو كان ما أشرح لي فت خمسين نقطة أنا راح ألتزم بالامتحان الوزاري يجيك من حيث يعني من حيث الأشياء اللي مركزك عليها ما أقعد أشرح يعني بقيه حتى ليسر يعني زائد كالناقص حتى ليسر جوابك غير ذو يعني تكون فائدة قوية هذا عزيزي بالنسبة إلى سؤال الثالث أخذنا المقارنات مالته إن شاء الله في حلقة أخرى راح نكمل حل الأسئلة هذا ما يسمح به وقت الحلقة إلى أن نلتقي بكم مجدداً أحبتي هذه تحياتي وتحيات كاذر البث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة